اشتركوا في القناة اول نوفمبر 2016 حبيت باش نتكلم حول ذكرى هذه اول نوفمبر ونجاوب على بعض الاسئلة اللي تتعلق بهذه المناسبة بداية لماذا نوفمبر علاش وهل ترات حقة الاهداف نوفمبر في ظل هذه الاجواء اللي رك متلاحظوا فيها في الجزائر وفي الوطن العربي بصفة عامة هل لنا ان نفرح وبطبيعة الحال للسؤال الاخير اللي نحاول سنجاوب عليه هو كيفاش باش تعم الفرحة للجزائر ونحقوه الحلم انت ايشو هذا بداية نحاول نجاوب على السؤال اللي هو لماذا نوفمبر علاش لا شك هو انه تعرفوا انه الجزائر كانت محتلة من طرف فرنسا منذ 1830 وكانت هناك مقاومات شعبية الحديث انتعي اليوم هو ليس من اجل اعطاء درس في التاريخ ولا من اجل التفلسف وانما من اجل العبرة من هذه الذكرى اذن كانت فرنسا هي اللي محتلة الجزائر وكانت تتمتع بالخيرات انتاحها وكان الشعب الجزائري تحت الوطن تحت الاستعمار طيلة قرن واكثر من 30 سنة بالتالي كانت هناك مقاومات شعبية عمت الوطن الجزائري وكانت هناك ارهاصات بدأت بعد الاحداث انتاع ماي في سنة 1945 واللي كانت هي ربما شرارة لخلات الجزائريين والجزائريات يفهموا من انه المستعمر ما يفهمش الا لغة القوة وبالتالي يشمروا على السواعد انتاحهم وتمردوا على الحزب اللي كان يقوده مصالي الحاج واللي الناس اللي كانوا يناظلوا معاه حاولوا معاه عدة مرات على جل باش يمشيوا الى تفجار الثورة كان هو كل مرة يأجل في هذك الاندلع عن تاع الثورة بالتالي حدث فيه تم المل داخل هذا الحزب و خرجت مجموعة من الشباب الجزائري اللي هما فيما بعد فجروا الثورة علش نوفمبر اختاروا هذه المناسبة انتهى اول نوفمبر ربما بعض الشباب خاصة اللي مخرجوش للخارج او ربما ممش لمين يعني هكذا الى حد ما بالتاريخ ممش عارفين هذه المناسبة لماذا اختاروا اول نوفمبر لانه اول نوفمبر يعتبر عيد عند المسيحيين يسموه عيد القديسين يعني اه الان ره موجودة عطلة في فرنسا وموجودة ربما في دول اخرى اللي اه دينا انتحها هي المسيحية ويسموه التوسان اختاروهما هذا اليوم فجروا الثورة على كل حال من اجل الاستعادة انتعى الحرية هذا هو الاساس في الثورة الجزائرية من اجل الاستعاد الحرية ومن اجل استعادة السيادة الوطنية من اجل الاستعادة انتعى الكرام انتعى المواطن الجزائري على جل باش يعيش في البلاد انتاعه عزيز مكرم ولكن فيما بعد هل ترى هذه الثورة حققت الأهداف تاها وهل ترى هذا البيان تاول نوفمبر هو حقق الأهداف انتهاء لننظر بعين الواقع نشوف من أنه هذا الناس اللي هما ساهموا في التفجير الثورة منهم من أغتيل وأقصد بمحمد بوظيف ربي رحمه اللي أغتيل في عنابة هذا واحد من المفجرين تاعة الثورة ولعلكم تابعتوا وشي صرى في الجزائر منذ 1962 وإلى غاية اليوم كم من انقلاب شهدات الجزائر كم من تصفية جسدية شهدتها الجزائر كم من نهب كم من سرقة كم من تعدي على الأملاك كم من تعدي على الحرومات اللي صرى في الجزائر أزمة فيها أكثر من 200 ألف قتيل فيها أكثر من 20 ألف مختطف لا زال الآلاف من اللاجئين الجزائريين رهم موجودين في الخارج ولازلت الآهات إلى اليوم انتاع العائلات انتاع المختطفين ما زالهم يبحثوا على الأبناء انتاعهم إلى غاية اليوم هل لنا أن نفرح في هذا اليوم وين أنه خاوتنا اللي رهم يموت في سوريا ورهم يموت في ليبيا ورهم يموت في اليمن ورهم يموت في العراق هل لنا أن نفرح هل لنا أن نفرح وخاوتنا من الجزائريين ربما كاين بعض الأخوة يقول لك واش دخلنا احنا فيهم هل ترى علاش هما بكوا معنا من الجزائريين ما زالهم إلى اليوم يسكنوا في الأقواخ الأقصديرية من الجزائريين اللي اليوم ما زالهم عايشين الغربة في البلاد انتاهم يمشي في بلاده ويحس فيروحوا باللي راهه غريب يحس فيروحوا باللي راهه ما عندوش علاقة بما يجري لأنه لا يتمتع بالحرية ولا يتمتع بالكرامة ولا يتمتع بالسيادة فيه ناس رهم يفرحوا لأنهم رهم يوكلوا ورهم يشربوا من هذا النظام رهم في مناصب رهم يترقاوا عندهم سكنات وعندهم وظائف وعندهم مكذا وعندهم مكذا فيما جزائريين من درجات أخرى رغم أنه الأهداف انتاع نوفمبر كانت من أجل هو أنه المواطن الجزائري يعيش بكرامة ويعيش بالسيادة في الوطن انتاعه هدف انتاع نوفمبر هو العدالة الاجتماعية في الجزائر وين رأى العدالة الاجتماعية في الجزائر الناس عايشين في المريخ وناس البطيخ وما صح لهمش إذن الأهداف انتاع نوفمبر ما تحققتش ربما فيها جزء هكذا ربما تحقق ولكن الأهداف الكبرى انتاع نوفمبر ما تحققتش بدليل هو أنه راه مازال ابناء مجهدين وابناء شهداء رأم لاجئين منهم اللي رأوا في فرنسا ومنهم اللي رأوا في بريطانيا ومنهم اللي رأوا في سويسرا ومنهم اللي رأوا في ألمانيا وفي أمريكا وإلى غير ذلك بل مجهدين كانوا من الناس اللي فجروا الثورة ورأهم لاجئين في الخارج وأعتقد هو أنه لا يخفى عليكم ذلك ناهيك على الظلم ناهيك على المحسوبية ناهيك على الجهوية اللي رها موجودة في الجزاء يا هل ترى نوفمبر حقق الأهداف انتعوا راني جبتلكم كمثال انتعى محمد بوذياف محمد بوذياف اللي مباشرة بعد الاستقلال اعتقل هو وأيت حمد وكثيرون بل منهم من سجين بل منهم من اغتيل ويكفي هو أن أضرب مثال انتعى محمد خيضر وكريم بالقاسم اغتيلوا بعد الاستقلال اذن في الاهداف انتعى نوفمبر للأسف الشديد لم تتحقق بالشكل اللي قامت عليه الثورة وحتى يعني رقم شفته التفسخ وشفته التغريب اللي رأيه يحدث في الجزائر كانت السطرة وكانت الحشمة وكانت الناس حتى اذا ما هيش تتحدث باللغة العربية الفصحة كانت تتحدث بداريجة مفهومة يفهمها المواطن الجزائري وداريجة نقية وداريجة باهية كانوا يتحدثوها لا في الشرق ولا في الغرب ولا في الشمال ولا في الجنوب الآن اللغة نتعى الجزائرين للأسف شديد مشوها هنا هيك عن المسائل الأخرى يعني في المأكل وفي المشرب ركما تشوفوا فيها كان الحيك وكانت الملاية وكانت القشبية وكانت البرموس وكانت الأعراس أعراس والجنائز جنائز الآن مرات ربما تشوف جنازة تقول أنت عرس وتشوف عرس تقول جنازة لأنه مع الأسف شديد انقلبت الأمور وصلنا إلى هذا الواقع التعيس اللي نشاهده فيه رأي العين الأسرة محطمة مفككة المدرسة من كوبا إلى غير ذلك لا شك هو أن الإنسان لما يشوف التلفز الجزائري يشوف شعب الجزائري من أنه شعب سعيد وشعب فرحان وشعب لبسع له وراه في قمة العطاء وفي قمة الإبداع والجزائر هاتطورت تكنولوجيا وراه وصلت إلى ما وصلت إليه اليابان وإلى غير ذلك ولكن لما تروحوا تشوفوا الأحياء في العاصمة وفي غيرها من الولايات وتشوفوا المواطن الجزائري وتشوفوا العيش انتاعوا على أرض الواقع لا شك هو أنه الناس المستفيدين سواء من الطبالين ولا من الناس اللي رهم يخدموا مع هذا النظام لا شك هو أنه رهم في فرحة لكن الفرحة هذه ما هيش عامة الجزائر ونحن نريد هو أنه الفرحة تعم الجزائر بحيث أنه الجزائريين يشعروا بالاستقلال ويشعروا من أنه رهم في بلادهم ويشعروا من أنهم عندهم سيادة وطنية ويشعروا من أنه العدالة ما تظلمهمش العدالة من أجل البسط العدل بين الناس بشيره للإنسان للقضاء وهو خايف لأنه رهم راح يستعملوا الجاه ضده وحد يعرف محامي وحد يعرف قاضي وحد كذا وركم تعرفوا هذه المسائل ما رانيش نجيب لكم فيه أشياء راني من رأسي ولا راني نتهم فيها ركم تعرفوا هذه الأشياء ويكفي ما لاحظتموه في هذا التسجيل اللي راه هو منشر انتع مواطن سرق في المدينة انتعب جايا والظواحي انتعها شفتوا ماذا فعلوا به فيما أكبر السراق يعيثون في الأرض فسادة راه منهم اللي راه مو زراء وحتى أبناء حركة في مسؤوليات مختلفة راه محاكمين في هذا البلاد وهذا لا يعني هو أننا نقول من أنه هذا السرق يعني ما ينالش يعني العقاب بتاعه ولكن إذا كان فيه هذا الدولة تدعي من أنها مدنية المفترض هو أن يقدم هذا الشخص هذا للعدالة وينال الجزاء انتعو لكن هو أنه تولي هذه انتع طاق على منطق يعني تحت الأعين انتع الشرطة يعني سبحان الله وكأنه دولة واسمه بالإضافة حتى إلى نوفمبر اليوم وانا نشاهد في التلفزة يعني فوضى حتى الفرحة فوضى عوض هو أنه مثلا قال في هذا نوفمبر تخصص قال منصة إلى شخصيات وطنية شخصيات معروفة بالنزاه انتاحة ومعروفة بالجهاد انتاحة ومعروفة بالمحافظة انتاحة وبالأصال انتاحة إلى غير ذلك تخصص لهم قال مثلا منصة ويجيوا قال مثلا أدباء مفكرين وقال مثلا تشكل مربعات في شكل منظم كيف ما رانا نشوفه الآن في الصين ونشوفه في الدول الكبرى هذه لما لا وش هو الشي اللي ما يخلي ناشحن نتنظمه فوضى في كل شي فوضى في طرقات القاف زفوت قال مثلا تخصص مربعات هذا مربع قال مثلا لبس تقليدي القبائلي هذا مربع للبس قال مثلا تقليدي في الصطيف نشوفه قال مربعات ناس بالحيك ناس بالملايا ولو للعرض على جلبه تفكروا هذي الشباب كيفاش كانت الناس تعيش في الماضي ويجيوا ناس في كل المستويات قال هذا مربع انتع الكتاب هذا مربع للمفكرين هذا مربع للشعاراء هذا مربع للرياضيين انتع للفرق الوطنية المختلفة في الجيد وفي الكاراطي في كل مجال وتعيش الجزائر نوفمبر صح وتعم الفرحة مشي ناس الآن رأهم في الحباس ناس رأهم في الفقر المطقع وناس عايشين في عالم احدخر وكأنهم غير مهتمين بما يحدث في البلاد وغير مهتمين بما يحدث في الوطن العربي ما قيمت انت حر والجار انتعك مستعبد ما قيمت هو انك انت تأكل وتشرب والجار انتعك يموت هذه خصال انتع مسلمين هذه ليست الخصال انتع المسلمين المسلم يتألم لأخيه المسلم اينما كان ناس يحرقون ناس يعذبون ناس يجوعون وانت تفرح من انك رأك لبس عليك رأك في الامن هل هذه خصال انتع المسلمين هذه ليست الخصال انتع المسلمين من حق الشعب الجزائري هو ان يفرح ولكن الفرحة تكون فرح انتع وعي مش كما الانسان اللي رأه عريان ودير كرافات ويمشي والله انسان رأه كيفاش كيفاش تفرح والالاف من العائلات ما زال مرجعوش ولادهم نعم حابين احنا نحيو هذا الحزن حابين نحيو هذه الكآبة حابين نحيوها ولكن الى متى الوقتاش الى متى كيفاش تفرح وحتى نسمع هكذا في التسجيلات ونسمع في المداخلات وفي التعليقات يعني في التلفزة الوطنية كل الأمور مركزة على بوتفليقة سيد الرئيس وفخامة الرئيس وفخامة الرئيس الثورة جابها بوتفليقة الاستقلال جابه بوتفليقة عوضyas تركز الناس على الناس يوميا داروا الثورة على الناس الى كانوا سبب في الاستقلال الجزائري بين قوسين لأن الاستقلال التام ما زال ما تحقش في البلاد يوم هو أن نشوف السيادة مبسوطة على كل شبر ونشوف اللسان الجزائري الذي يتحدث ونشوف المواطن الجزائري مرفوع القامة مرفوع الهامة في ذاك النهار نقوله باللي الجزائرها مستقلة المواطن الجزائري صار وكأنه ميكروب في المطارات تعلن حالة التوارع في المطارات لما يدخل الجزائري صارت مركع للأسف الشديد تصرى جريمة مدرش تحقق ملاره معروف حبينه أنه تتغير هذا الصورة النمطية اللي ترسمت على الجزائر من خلال هذا الحركة اللي حكمه البلاد واللي يفجروا الأسرة الجزائرية وفجروا المجتمع وضربوه في العمق حبينه هو أنه تستعيد الفئات انتع الشعب السيادة الوطنية الحقيقية وتعم هذا السيادة في كل مجالات في الرياضة في السينما في الثقافة في السياسة في الأدب في كل مجالات حبين أنه يكون الطابع الجزائري في الطبخ في كل مجالات تروح انت تشوف تدخل تلقى فندق الاسم موج جزائري الهندسة ليست جزائرية الطبخ اللي موجود في الفندق ليست جزائري الناس اللي ثم رأهم في الاستقبال ولا في كل مجالات كلها على الطريق الفرنسية وعلى الطريق الامريكية وين رأى التقاليد الجزائرية حبين نشوفوا فنادق عندها طابع جزائري في كل مجال في الأكل في الملبس في المشرب في كل شي نشوفوا الزربية الجزائرية فيها ونشوفوا المخدة الجزائرية ونشوفوا فيها السرير الجزائري يال ترى ما عندناش إطارات معناش كفاءات معناش رجال في هذا البلاد كيفاش انت تفرح في نوفمبر بطابع موش جزائري حابين نشوفوا اللون الجزائري نشوفوا الطابع الجزائري في كل شي وهذا اللي خلينا احنا باللي الفرحة تكون ناقصة الاستقلال اللي انتعنا موش كامل حابين هو انه يكون هناك استقلال كامل في الجزائر حابين هو انه يتخوو الجزائريين حابين هو انه يتسامحوا حابين هو انه ترجع البسمة للعائلات كلها دون استثناء علاش جزائريين من الدرجة الاولى وجزائريين من الدرجة الثالثة لماذا هل هذه هي الاهداف انتع نوفمبر فيه جزائريين اللي ما عندهمش جواز صفر فيه 2016 ما مش جزائريين هذا كيفاش ناس للاستعمار وما ادرك من الاستعمار ودمر البيوت ودمر كل شي في الجزائر ومع ذلك سفارة الجزائرية موجودة في باريس ومع ذلك العلاقات موجودة في باريس وموجودة علاقات جيدة بل ممتازة مع فرنسا فيما جزائريين يقولوا لهم انتما حركة فيما جزائريين ممنوعين من الدخول للبلاد ينحرقوا عن البلاد وأبناء الحركة قاعدين يكلوا فيها بالفورشات في مناصب مختلفة في وزارات وفي الرئاسة وفي كل مكان هل هذه هي الاهداف انتع نوفمبر لا اعتقد هو انه جزائري حر شريف وطني يقول هذا الكلام ما اتحقتش الاهداف انتع نوفمبر للأسف الشديد وحنا حبين الاهداف انتع نوفمبر تتحقق حبين الجزائر تصير سيدة وعندنا كل الطاقات وعندنا كل كفاءات وعندنا الرجال وعندنا كل شيء من أجل علاجة الباش تكون الجزائر عنده كلمة في العالم الشيء اللي ينقصنا هو مع الاسف الشديد كي نرداء طغات في وسائل الإعلام خاصة طغات على المنابر في المساجد وطغات في الكتابات وطغات في الرياضة وطغات في السياحة وطغات في كذا والمسؤولين ما همش في المستوى لا عندهم القدرات العقلية ولا عندهم من الوعي الكامل على جلبش هما يواجهوا هذا المخاطر اللي رهت واجهها الجزائر لا على المستوى الإقليمي ولا على المستوى الدولي لأنه فيه مؤامرات تستهدف الوحدة فيه مؤامرات تستهدف الثروات وهذا شيء ما هوش جديد يكفي دليل هو أن الجزائر استعمرت لأكثر من مرة إذن الإخوة والأخوات باش من طولش لكم كانت هذه كلمة عفوية حبيت على جلبش نعبر بالوجه أنت عن نظر تاعي فيما يتعلق بهذه المناسبة أتمنى هو أنه تعم الفرحة في الجزائر ويتحقق الحلم من تاع الشهداء أتمنى هو أنه الجزائريين والجزائريات يتخوى مع بعضهم البعض وترجع الفرحة للجزائر وإن شاء الله تعم الفرحة مش فقط في الجزائر وإنما في كل الأوطان العربية وننتهي من هذا الآلة الإرهاب وإن شاء الله في تونس ترجع الفرحة في مصر في اليمن في العراق في السورية في كل الأوطان العربية والإسلامية وإن شاء الله نعيشوا بالهناء في البلاد إن تعنا وإن شاء الله نلتقي لما لا في فرصة إن شاء الله في البلاد إن تعنا ونرجع إن شاء الله مؤززين مكرمين تحياتي لكل إخوة اللي كانوا تابعوا فيها فردا فردا نلتقي إن شاء الله في فرص أخرى إلى ذلك من الحين تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع ذرا إذا كان ما جاوب تشعل تعليقات تاكم